في ديس كده تقولي ايه دول اخوات يعني سند لبعض في الدنيا دول اخوات كلهم بيخدموا بعض عائلتهم رقم واحد عندهم الام هنا عملت ايه عشان تربي النوع ده من الاخوة الحلوة ما بعض الام هنا زرعت قرب وود وانه لو ما عندناش كلهم متكافئين ولو بكافئ كلهم زي بعض كلام الحب بيتوازد عليهم زي بعض مش عشان ده الشاطر اللي دخل بسني من المدرسة النهاردة يعني احنا عندنا حتة كده بشي المسئوليات بشاركهم في مسئوليات البيت فمش هتيجي لقطة فيها عارفة خناقات الورث اللي بتحصل وإحنا كبار قوي دي بتحصل دي شو احنا كان فيه لقطة فيها كل واحد بيفكر في نفسه الامة محتاجة تاخد بالها وانا الولاد كل واحد بيفكر في نفسه ولا لا هننزل نجيب لبس عيد ففي ميزانية معينة فهتتقسم علينا كلنا بالتساوي واحد هيطلع رحلة في المدرسة فكلنا هنطلع واحد مش هيطلع لسبب مدي فكلنا مش هنطلع مفيش ده هيطلع وده مش هيطلع التفاصيل الصغيرة قوي دي لحد قعدت الغد على البيت على الصفرة وبنقسم الأكل بنا ازاي كل ده بيزرع حاجة جوه الولاد بالتدريل ففيه واحد بيشوف نفسه من أول يوم من ومميز فبيطالب بدأ قدام فهي لقطة فيها أم واخد بالها من كل تفاصيلها حتى الحضن أنا حضنت ده النهاردة ههضن الاثنين التانين طبطبت على ده النهاردة هتبطب على الاثنين التانين موسيقى